لازم نسلك على الاتحاد ومواجهة لولومبي الماضية ما بيش نقول لك علاش اختار الفريق مواجهة لولومبي ومباراة صعبة ولولومبي العبي كامل قواه وكثير من الغيابات بالنسبة للاتحاد والتغيير في التشكيلة وتجريب مؤمن سليمان لأكثر من لاعب ما بيش نسلك على الضجر اللي صار في الجماهير بسبب هذه النتيجة لأنه بتجاوبني واضحة أن الجماهير الاتحاد لا ترضى إلا بالانتصار وحتى الوصافة في الدوري لا تعني لها شيئا نبي نسلك على الحل الآن بالنسبة للاتحاد في المرحلة القادمة الاستفادة من هذه الأزمة اللي مر بالاتحاد بين الإدارة والطاقم الفني وتعامل الجمهور مع هذه الأزمة طبعا دائما تعودنا في الاتحاد نحن أن تكون تكاتف الجهود ما نقول إدارة ولا نقول لاعبين وطاقم فني ونقول جمهور لا الاتحاد في حلقاته الثلاثة هو الاتحاد هذه يعني اتحاد المجموعة بالكامل سواء جمهور وإدارة ولاعبين لازم يكون عندهم هدف أن يطلعوا من المشكلة هذه لأن الاتحاد في مباراة السويحلي كانت هي بداية انطلاقة بالنسبة له مؤمن سليمال أعتقد أنه كان يحاول أن يجرب اللاعبين يحاول أنه يشوف اللاعبين الأكثر جاهزية لأن فيه لعبين أيضا مصابين كانوا مصابين ورجعوا للمشاركة فيعني الجمهور الاتحاد لا ألوم جمهور الاتحاد أحيانا لأنه دائما يبحث عن منصات التتويج زيما أنت تكلمت خاصة أن الاتحاد من أكثر الفرق تتويجا باللقات فأعتقد أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لجمهور الاتحاد أنه أحيانا يزعل على أبنائه يزعل على إدارته يزعل على لعبينا على مدربة ولكن دائما عودنا جمهور الاتحاد أنه في الظروف الصعبة حتى جمهور الاتحاد خلف لعبيه وخلف إدارته وهذا شيء أنا أمتكد منه